متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موقع مختلف شوية عن المواقع اللي أنا بتكلم عنها على القناة الموقع ده لفت نظري أولاً لأنه هو بيدعم اللغة العربية الوجهة بتاعته باللغة العربية وباللغة الإنجليزية بس في إمكانية أن أنت تستخدم اللغة العربية لأن اللي عمله أصلاً عربي وبالتالي دي حاجة ممتازة جداً ونتمنى أن احنا نلاقي المزيد من هذه المواقع مستقبلاً إن شاء الله موقع النهاردة هو موقع 10K ولكن بالنسبة لي الدومين ai.10keyword.com حطي لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو الموقع ده تقدر تستخدمه وتجربه من غير ما تعمل sign up عن طريق أن أنت تكتب الكلمة اللي أنت بتدور عليها سواء على جوجل أو على اليوتيوب اللي هي الكيوورد أو الكلمات المفتاحية اللي أنت بتدور عليها وتبتدي أن أنت تستخدمها على اليوتيوب أو تستخدمها على جوجل يعني زي ما أنت عايز سواء كنت بتكتب مقالات كتاكس بتتحطف المقالة أو أيضاً بالنسبة لي اليوتيوب وأنا هنا تركيزي حيكون بصراحة على اليوتيوب أكتر من جوجل وده اللي احنا هنشوفه مع بعض النهاردة الجميل أن أنت بتقدر تستهدف البلد أنت هنا عايز تستهدف جمهورك منين؟ جمهورك بيكلم إيه؟ وده الجميل في هذه الأداء الأداء دي مخصصة أيضاً لكتابة المقالات يعني لو أنت عايز تكتب مقالات يلا بينا نجرب موقع النهاردة موقع تين كي ويرد ونشوف إمكانيات وعملة إزاي يلا بينا أولاً هنبتدي إن إحنا نحدد إحنا عايزين نتعامل مع إيه فإحنا هنا هنقول يوتيوب علشان أشتغل على التاكس الخاصة بيه أو الكلمات المفتحية الخاصة بيه ونفترض إن حضرتك بتعمل محتوى عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام هو بيقولك ابدأ بكلمة أو كلمتين للحصول على أفضل النتائج فهنا هو بيحدد لك هيكون العمل من خلال هذه الأداة بتكون إزاي فهنا هنا هكتب الذكاء الاصطناعي بس بعض الناس ممكن تقولك long tail keyword أنا ببقى شغالة حسب الأداة هي ماشية إزاي أو إزاي بتشتغل فهنا بيقولك اكتب كلمة أو كلمتين هنا بتبتدي تختار البلد أنا هختار مثلا مصر وهنا العربية والإنجليزية والصينية والأسبانية والهندية يعني ممكن كمان تستهدف أي بلد وأي لغة وبعد كده هبتدي أقوله بحث هنا بيقولك جاري تحميل الكلمات المفتاحية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يدب لك هنا هو عطاك to hashtag لو أنت هتستخدم الهاشتاك دي في اليوتيوب فهنا أعطيك to hashtag وهنا أعطيك الكلمات المفتاحية الكل عالي متوسط متواضع الكل فهو الكل كل الكلمات المفتاحية بقى سواء كانت عليها بحث كتير أو عليها بحث متوسط أو متواضع طبعاً أنت بتختار العالي يعني دي الحاجة الكومن فهنا مثلاً على الذكاء الاصطناعي بتختار الكلمات المفتاحية كمان المرتبطة بالحروف حرف الألف وحرف البي وحرف التي وحرف الجين أنا هنا بهتم أكتر بقى بإيه؟ هتم أكتر بيه أكتر بحث بيكون عليها إيه؟ فببتدي أن أنا أختار البحث العالي اللي في كل مثلاً حرف وابتدي أن أنا أحطها في التاج هنا ببتدي مثلاً أخد copy نسخ وابتدي أروح أحطه في التاج ممكن تنسخ الكل لو أنت حابب أو أن أنت تختار وتنسخ فدي حاجة برحتك جداً أنا بأخد هنا نسخ اللي أنا عايزة أحطه مش لازم أخده كله لأن أنت طبعاً بتبقى محدد بعدد معين في اليوتيوب الخاص بالتاج فمش معقول حتأخد كله أنت بتاخد أكتر العالي وبتاخد كمان اللي أنت شايفه من وجهة نظرك عايز تحطه أنت في التاج ده بيكون مرتبط بالفيديو بتاعك لأن في حاجة مهمة جداً حاب أقولك عليها لازم نبعد عن التاج المضللة يعني إيه التاج المضللة نفترض مثلاً الشخص بيدور على الربح من الذكاء الاصطناعي وإنت حضرتك داخل بتكلمه في حاجة تانية خالص ما نهاش علاقة بالذكاء الاصطناعي أنت كده بتوديلي الفيديو بتاعك بتدور على الحاجات اللي هو بيدور عليها ويخش الفيديو بتاعك مش هتخش على القناة بتاعتك مرة تانية لأنه حيلاقيك بتتكلم في حاجة ما نهاش علاقة أصلاً باللي هو بيدور عليه أو شخص بيدور على تعلم البرمجة ويخش يلاقيك بتتكلم في حتة تانية خالص فحاول لإنت دايماً التاج بتاعتك تكون مرتبطة بالعنوان بتاع الفيديو بتاعك لو أنت حتبتدي تاخد copy وتروح تحط فيه التاكسي بتاعة اليوتيوب زي ما قلت لك أنت عندك عالي وعندك متوسط وعندك متواضع بالنسبة لتصفية الكلمات ممكن أنت مثلا تستخدم كتب الذكاء الاصطناعي للصور فهنا حيديني كل ما هو متعلق بالذكاء الاصطناعي للصور هبتدي أحمل كCSV ملف لكل الكلمات اللي فيها الذكاء الاصطناعي للصور فممكن أقوله تحميل للستة دول اللي هو كيف أطب من الذكاء الاصطناعي للصور الذكاء الاصطناعي للصور مجانا ولكن لو خدت بالك هتلاقي أن البحث اللي هو المنخفض ما تحاولش تاخده يعني دايما تحاول أنت تاخد الفلات اللي هو يعني ما بين العالي وما بين المتوسط علشان تستخدمه فهنا أنت بتعمل تصفية الذكاء الاصطناعي مثلا للصور وحاول أنت تستفيد من الهاشتاج زي ما قلت لك علشان تاخد الهاشتاج دي وتحطها في اليوتيوب ديسكريبشن في الوصف في الآخر فيه برضو من الحاجات الجميلة واللي عجبتني أيضا الجزء المتعلق بكاتب المقالات الذكي الإي آي تعالوا كده نجربه ونبص مع بعض عليه هنا إحنا انتقلنا الأدات كتابة المقالات الذكية بتبتدي أنت تكتب الكلمات المفتحية أو المواضيع وتدوس انتر هنا أنا عايز أقول له الذكاء الاصطناعي عايز أكتب article أو مقالة الذكاء الاصطناعي في التعليم وهنا بتختار طبعا setting اللغة وأيضا الدولة وهنا بالنسبة للمراجعات نوع المقالة إيه هل هي مراجعات زي مراجعات للمنتجات كده مقالات قوائم دليل تعليمي مقابلات قصص شخصية تقارير أخبار تحليل مقارن أنا هنا ممكن أقول دراسات الحالة وهنا مركز على SEO يا ترى انت عايز تركز على SEO ده اللي أنا بختاره دايماً ولا انت عايز تكتب المقالة بغض النظر عن SEO أو أو هي متنسبة مع نتائج البحث أو طريقة البحث عن الكلمات المفتحية إقناعي سردي حواري أنا هنا بركز على SEO وحبتدي إن أنا أقول له اكتب محتوى هنا بيبتدي ينشئ لك محتوى مخصص بناء على الكلمات المفتحية اللي أنت اخترتها الموضوع ما خدش وقت أعطاك كذا اقتراح وده الجميل واللي عجبني إنه أعطاك اقتراح وبنسبة الـ SEO فيه هو أعطيك النتيجة ولكن الـ SEO التزامه ب 87% وهنا اقتراح 85% واقتراح 3% 82% أنا هختر أعلى 87% وهنا هبتدي أقول له اكتب مقال AI كامل يعني هو هنا بيقول لي المقالة دي حيكون فيها إيه يكون فيها مقدمة لفهوم عن الذكاء الاصطناعي في التعليم أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم تطبيقاته في الفصول الدراسية دراسة حالة حيديك كده كيسستادي تجربة مدرسة في استخدام الذكاء الاصطناعي والنتائج والتحديات وفي الآخر الخاتمة لو افرد أنت هو 87% بس أنا عجبني التوبك أكتر اللي في 82% يعني ده عجبني أكتر بالحالة دي أنت بتختار مثلا 82% وأعتقد أن الفرق مش هيكون كبير هنا هيديك تحليل نتائج وتأثيرات مثلا هيديك تحديات هيديك أفاق مستقبلية عجبك أكتر حيبتدي أنت أختار ويقول له اكتب مقال AI كامل أنا هختار أعلى واحد وهقول له اكتب مقال AI كامل بالذكاء الاصطناعي حيبتدي أنه هو يكتب لي مقالة بالذكاء الاصطناعي كاملة بناء على خلاص اللي أنا اخترته أو الاقتراح اللي أنا اخترته هنا هو أعطاني العنوان دراسة حالة الذكاء الاصطناعي في التعليم وتأثيره على التعلم دراسة حالة هنا لأن أنا مختارة كيسستادي حيبتدي إنه هو هنا يديني المقالة وكمان أقدر إن أنا أنسخ المقالة واخدها وحطها عندي مثلاً في الموقع أو في المكان اللي أنا عايزي الجميل إنه أنا ممكن أعمل إيه؟ الجميل إنه أنا ممكن أستخدم جزء من المقالة كتاكس يعني لو أنا بعمل فيديو عن إذا كان إصناعي في التعليم وتأثيره على التعلم ممكن أخذ وزء من المقدمة كده أبتدي أحطها كدسكريبشن أو وصف أسفى مشتاك دسكريبشن أو وصف داخل اليوتيوب في جزء مخصص للدسكريبشن أو للوصف هنا بيقول لي إن هذه المقالة فيها 35 مرة تم تكرار الكلمة المفتاحية الناس اللي شغالة على الورد بريس هتفهم جزء قوي وحتى عرف قد يكون مهم لو أنت شغالة على الورد بريس لو أنت شغالة على الورد بريس والمراجع 63 مرجع ويعطاك كذا صورة مرتبطة ممكن تحمل كمان الصور المرتبطة بهذا المقال بس أخذ بالك طبعاً من الكوبيرايت أو الحقوق الملكية هنا بتبتي تنسخ المقال وبتبتدي إن أنت تغدو هنا الصور المرتبطة أعطيك كمان المراجع وإنت عايز تحمل المراجع بتاعتك ممكن تروح للمقالات الجاهزة والمقالات الجاهزة دي بتكون إيه؟ بتكون المقالات اللي أنت عملتها مع الوقت ولسه مثلاً ما خدتهاش نسخ أو حتى لو خدته نسخ هتفضل موجودة عندك زي ما هي في الهيستوري زي ما أنت شايف معرفش بقى هل لها مدة ولا لأ ولكن هي موجودة ده الحد دلوقتي اللي قدرت تستفيد به من الموقع تقدر تروح أكتر وتبص عليه أنا هنا بوريك الحاجات اللي أنا اكتشفتها وأتمنى أنت تستفيد منها وتستفيد منه في المحتوى بتاعك على اليوتيوب لو أنت بتعمل مقالات على الورد بريس ممكن أن أنت أيضاً تستفيد به أشوفهم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء تنساش لايك وشيرو كومنت دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة